اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من جدل القت كورونا بظلالها على كافة مناح حياتنا ولعل الرياضة وخاصة التنافسية منها من أكثر القطاعات تأثرا فهل تعود الملاعب إلى سابق عهدها بعد انتهاء الأزمة ومن سيضمن سلامة المشاركين والجمهور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قبل ان نبدأ النقاش نتوقف مع نتيجة استطلاع رأي لهذه الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي السؤال هو هل ستعود الملاعب الرياضية كما كانت قبل وباء كورونا ثلاثة وثلاثون بالمئة نعم مقابل سبعة وستين بالمئة وهي النسبة الأكبر يعتبرون أن الملاعب الرياضية لن تعود إلى سابق عهدها طبعا سنستعرض خلال الحلقة رأى بعض من شارك في هذا الاستطلاع لنتعرف أكثر على أسباب تصويتهم من لندن أرحب بابراهيم خضرة مراسل بي أن سبوتس في الدور الإنجليزي ومن تونس أرحب بسيد أحمد جعلول وزير الشباب والرياضة التونسي مرحبا بكما سيد أحمد أبدأ معك وأطلعنا عن تفاصيل خطة وزارة الشباب والرياضة بخصوص الأنشطة الرياضية المنافسات المحلية والإقليمية والدولية التي تصدفها تونس أهلا وسهلا بكم أولا شكرا ريمة شكرا على الدعوة والاستضافة وكذلك شكرا على اهتمامكم بهذا الموضوع الذي يشغل رأي العام بالطبع موضوع الكورونا بدا كأنه حالة تهدد البشرية والإنسانية في نمط حياتها وأصبح الناس يعتقدون أن هذه الأزمة وهذه الجائحة ستغير حياة الإنسانية على الأرض ومن ذلك الاستبيانة والاستطلاع الرأي الذي قمتم به والذي يقول أن الناس يعتقدون نسبة عالية منهم أغلبيتهم يعتقدون أن الحياة لن تعود لسالف عهدها قبل هذه الجائحة والحقيقة في تقدير شخصي أن الحياة ستعود لسالف عهدها كما كانت وربما أحسن مما كانت عليه قبل هذه الجائحة البشرية ليس هذا هو أول تحدي يعترضها في مسار حياتها فوق هذا الكوكب والإنسان بيّن أنه الكائن الأقدر على التأقلم ولذلك بقي الإنسان وتكاثر جيد أن نبدأ الحلقة بهذه الروحة الإيجابية بالنسبة لنا في وزارة الشباب والرياضة منذ انطلاق الأزمة الجائحة الكورونا انطلقنا في الأعداد لمرحلة ما بعد الكورونا ولذلك اسمحي للمشاهدين نحن أعددنا دليلا كاملا لعودة كل الرياضات تقريبا هذا دليل فيه دليل الإجراءات لعودة جميع الاختصاصات الرياضية كان ذلك في الرياضات الفردية أو الجماعية بالتاريخ وبالتدريج ومعه كذلك أعددنا دليلا طبيا شاركت فيه الكفاءات الطبية لجميع الجامعات يعني المستشارين الطبيين وتشاورت فيه وزارة شباب الرياضة مع وزارة الصحة ومرخص هذا الدليل أننا سنعود وأن الرياضة ستعود لمشاطها ضمن هذا الوضع الذي يمثل تحديا لها ولذلك القرار الذي نحن ماضون فيه بالتنسيق مع جميع الهيئات الرياضية هو عودة الأنشطة بشكل تدريجي ومن ذلك عودة المستوى المستويات الأولى من البطولة المحترفة مثلا لكرة القدم التي سمحة للجمعيات الرياضية في تونس أن تبدأ في تدريباتها استعدادا لعودة المنافسات الرسمية في إطار البطولة على الأقل بالنسبة الرابطة المحترفة الأولى ومن ثم من بعدها الرابطة المحترفة الثانية وهذا سيشمل ليس فقط كرة القدم ستكون كذلك الرياضات الجامعية الأخرى مع عودة الرياضات الفردية بالتدرج إذن نحن لدينا تصور دقيق ومفصل لكيفية عودة الرياضة للحياة في إطار هذه الجائحة وفيما بعدها إن شاء الله تعالى نعم طبعا سنتحدث بالتفصيل عن التحضيرات لهذه المرحلة سواء كان طبيا وحتى في نوع من عدم وضوح الرؤية بالنسبة لشق الاقتصادي هذه نقطة مهمة ودور الوزارة في دعم الأندية إبراهيم مرحبا بك أرحب بك على شاشة التلفزيون العربي كزميل سابق إبراهيم أولا ب17 حزيران يونيو سيبدأ العمل استئناف الدوري الإنجليزي كيف تخذ هذا القرار تفاصيل حول اتخاذ هذا القرار وهل سنشهد هل وضع جدول محدد بالمباريات المقبلة بدءا من المبارات الأولى التي سيشهدها هذا التاريخ وإلى متى سينتظر المشجعون حتى يبدأوا بالعودة إلى الملاعب نعم تحية لك ريمة تحية لمعالي الوزير والمشاهدين بعد الكثير من النقاشات توصلت إدارة البريمير ليغ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رابطة اللاعبين المحترفين والكثير من الروابط المرتبطة بكرة القدم بالمجمل مع المسؤولين الحكوميين كذلك كان هناك توافق هنا في إنجلترا بين الرؤية الحكومية لضرورة استكمال ما تبقى من مباريات الموسم وبين رغبة أندية البريمير ليغ والأندية المختلفة لأهمية هذه العودة على كرة القدم على ميزانيات الأندية على ميزانيات الاتحادات الرياضية المختلفة الحديث ليس فقط عن كرة القدم بل مختلف الرياضات لا شك أن هذه الأزمة أزمة وباء كورونا أثرت على مختلف القطاعات دون أدنى شك وأثرت أيضا على الأندية الرياضية المختلفة بالكثير من التفاوت بين هذه الأندية والدرجات المختلفة منها لكن كل الأنظار كانت باتجاه البريمير ليغ كونه الرصيد الحصيلة الأكبر أو كل الأنظار كانت باتجاهه للميزانيات الكبيرة التي يحصدها ويحققها للحكومة لهيئة الضرائب لأيضا أندية الدرجات الأدنى ولحقوق البث التلفزيوني وما إلى ذلك الكثير من المناحي مرتبطة باستكمال ما تبقى من مباريات هذا الموسم وكانت الرؤية واضحة بخلاف بعض الدول الأخرى الأوروبية نتحدث هنا عن بعض التباين في وجهات النظر بين رؤية حكومية ورغبة البطولات الأوروبية المختلفة كان هنا في إنجلترا نوع من الاتفاق على ضرورة وأهمية استكمال ما تبقى من المباريات لنصل مؤخرا إلى تدريجيا عودة تدريجية إلى التدريبات الجماعية فتح المقرات التدريبية بإجراءات وقائية صارمة بحثا أو حفاظا على سلامة اللاعبين أولا وبعد ذلك التأكيد أو تحديد المواعيد الثابتة للعودة كما ذكرت بعد سلسلة من الاجتماعات بعد عقد أو إقرار بروتوكول صحي جديد سينعكس دون أدنى شك على القادم من المباريات في ما تبقى من هذا الموسم وربما أيضا في الموسم المقبل كذلك نعم إبراهيم أي دور دوري أوروبي أنهى موسمه لهذا العام لم يعني فقط في بلجيكا كم تم إعلان إنهال في فرنسا الدوري الفرنسي تم إلغاء الموسم وتتويج باريس سان جرمان بطلا له رغم عدم اكتماله وهناك كان الكثير من الجدل في فرنسا تحديدا الصحافة الفرنسية بعد رؤية عدد من البطولات تعود وتحدد مواعيد لاستكمال الموسم ربما الحكومة الفرنسية واجهت الكثير من الانتقادات من بعض الأندية هناك لإنهاء أو لاتخاذ هذا القرار بتوقيت مبكر ربما أثر على ميزانيات الأندية أثر ربما على عطاء الأندية لكن بعض الدول رأت أن الصحة تأتي أولا ورأت أن تأتي بهذه القرارات مسرعة لتواجه هذه الأزمة بأسلوب أو بطريقة مختلفة تراها هي في الصالح العام نتوقف عند بعض المداخلات المصورة حول موضوع اليوم المداخلات من لبنان مداخلة أولى من حسين طحان لاعب منتخب لبنان السابق نستمع مثل ما كل العالم صارت تعرف أنه كرة القدم العالمية تأثرت بهالة كورونا من الطبيعة الكرة اللبنانية تتأثر وتتأثر كتير يعني بالنسبة لنا نحن كلاعبين وللجمهور كرة القدم اللبنانية كورونا كانت ضربة قاضية لأنه مثل ما كل العالم تعرف أنه الدوري كان متوقف قبل كورونا فهلأ بتمنى مثل ما كرة القدم العالمية ترجع تدريجيا نرجع نحن كمان تدريجيا أول شيء نرجع للتمرين إذا الاتحاد اللبناني بيعمل شي دورة تنشيطية أكيد بدون جمهور لحتى نكون هالوضع وهالوباء إن شاء الله خف كتير يتحدد أيمتها الدوري اللبناني ونرجع إن شاء الله بنرجع لكرة القدم كلاعبين ومع الجمهور يلي هني عصب اللعب إذن هذه المداخلة الأولى كانت من حسين طحان تحدث عن الدوري اللبناني وأمل في العودة قريبا لاستئناف الدوري إلى مداخلة ثانية نتمنى ما يصير فيه تجميد لأي نشاطات رياضية بكل العالم حتى محليا ولو بدأت تقام الألعاب بدون جمهور بس هيدا أضعف الإيمان أتليست العالم تقدر تحضر على تي في ومنحرك شوي منرجع لأكتساط مداخلة أخرى على أبواب عودة الدوريات الكبرى في أوروبا بعد عودة الدوري الألماني تتجه أنظار العالم كله لكرة القدم لرؤية مدى نجاح تجربة وتعميمة على باقي الرياضات لكن من دون أي شك استطاع فيروس كورونا القضاء بعض الشيء على الرياضات التي اعتدناها في السنوات الماضية وما قبل الفيروس لن يكون كما بعده بطبيعة الحال أقله في المستقبل القريب حتى إيجاد اللقاح لإنهاء الفيروس وللتعايش معه بشكل لا يشكل خطر على الصحة إذن في انتظار تجربة الدوريات الأوروبية ومنها الدوري الألماني مداخلة أخيرة عاجلاً أو عاجلاً سوف يتم استكمال النشاطات الرياضية ولو بضوابط معينة طبعاً يمكن نرجع نشهد الموسم الجديد عم يستكمل بلج ومهور بكل الرياضات ولكن مع تحسن الوضع عالمياً باعتقادي أنه رح ترجع الحياة لطبيعتها ورح نتكيف مع هذا الوباء ونرجع نعيش حياتنا عادي جداً من بيروت ينضم إلينا دكتور توفيق قيقانو طبيب متخصص بأمراض الجهاز التنفسي ومن الجزائر كاميليا منال حش سعيد بطلت العالم في رياضة الكاراتي عام 2009 وبطلت إفريقيا عام 2020 مرحباً بكما دكتور أبدأ معك نتحدث بداية عن المخاطر مخاطر التجمعات الكبيرة واستئناف الأنشطة الرياضية خاصة التنافسية على مخاطر ربما إعادة انتشار فيروس كورونا بعد انحساره لفترة معينة تحية إلي كريمة ولمشاهدين وشكراً للاستضافة الأخطار هي ذاتة من وجهها بالمجتمع العادي يعني وتكون فيه اختلاط للناس والناس كتير قراب عن بعضهم بيصير فيه خطر شخص ينقل العدوى لشخص تاني مشان هيك بالنسبة للتجمعات بالنسبة للمشاهدين إذا بدوا ينعمل رياضة تنافسية بدوا ينتبهوا وقتا بدوا يفوتوا المشاهدين على الملعب ما يكون فيه اكتزاز وقربين من بعضهم يفوتوا كلهم بنفس الوقت أكيد بالنسبة للكراسي اللي بدوا نيقضوا عليها بدوا يكون فيه تعييم بشكل كتير سليم بدوا نيقضوا الناس ويتركوا سنعود إليك دكتور توفي كاميليا أهلا بك كبطلة عالم في الكاراتي ولعبة محترفة كيف تواصلين التدريبات خلال فترة كورونا وما تأثير تأجيل بطولة الكاراتي للعام المقبل تأثيرها على اللاعبين وأيضا التمرينات أكيد تحية لك ريما وكل مشاهدين الكرام أنا نواصل تدريباتي في البيت لأن كل القاعات مغفلة لحد الآن أكيد أن تدريبات المنزلية لن تعود تدريبات في القاعات لكن حتى الرياضي يبقى في اللياقة البدنية يجب التمرين في المنزل وكذلك تأجيل البطولات منها الألعاب الأولمبية لسنة 2021 أكيد هذا ينعكس سلبا على بعض الرياضيين لأنهم كانوا محاضرين أكيد قبل جائحة كورونا لكن نقول إن شاء الله تكون كل عطلة فيها خير ويجب على الرياضيين خاصة رياضيين نخبة أن يكونوا دائما يوصلوا تحذيراتهم ولن يفقدوا الأمل وإن شاء الله يا رب كما نقول إحنا متفقدين خير أن الرياضة إن شاء الله رح تعود ترجع للعهدها السابق بعد كورونا نعم كاميليا رأيك بقرار هو ليس قرارا ولكن هناك تفكير بمصر رئيس الاتحاد قال أن هناك صدد للتفكير بجعل المباريات في أماكن مفتوحة بدلا من صلاة المقفلة تفاديا لانتشار وباء كورونا هل تعتقدين أن هذا الأسلوب ممكن أن يطول لفترة وربما ينطبق على الكثير من الدول خاصة الدول العربية أكيد نقدر نقول أن هذا حل يعني حل معقول خاصة في الرياضة الفردية لأنه في الرياضة الفردية يمكن أن نحقق تباعد الاجتماعي يعني يمكن أن يعني متر أو مترين بين كل رياضي وآخر يعني عمل البطولات في الهواء الطلق هي فكرة جيدة لما لا أكيد فقط مثلا في رياضة الكاراتي يجب أن يكون هناك تاتامي الذي يدعى يعني البساط لكن في الرياضات الجماعية رح يكون شوية مشكلة لأنه فيها الكثير من الاحتكاك يعني تباعد الاجتماعي رح يكون صعب شوي على يعني باراكور للرياضات الفردية نعم إبراهيم بالنسبة للدور الإنجليز الممتاز كان هناك بيان صادر عن اجتماع أندية البطولة العشرين في تفاصيل كثيرة وأهم ما جاء فيها أن الأولوية تبقى صحة وسلامة جميع المشاركين كيف سيتم عمليات التدريب والاحتكاك بين اللاعبين كيف سيتم الأخذ في الاعتبار كل هذه الأمور ولهذا ريمة كان هناك الكثير من الجدل حول مسألة العودة في توقيت تشهد به المملكة المتحدة الكثير من الإصابات وحالات الضحايا ومؤشرات مرتفعة تعتبر الأعلى في القارة العجوز في أوروبا بشكل عام ولذلك أيضا كان هناك جدل قائم بين بعض اللاعبين وعدم رغبتهم في العودة بعد فتح المقرات التدريبية منهم ترويديني قائد فريق واتفورد على سبيل المثال داني روز بعض اللاعبين خرجوا بتصريحات معلنة أن الصحة تأتي أولا لديهم بعض المخاوف على عائلاتهم على أن يأتوا بهذه العدوى إلى بيوتهم بعد العودة من المقرات التدريبية لكن هذه الخطوة جاءت ببعض المخاوف حاولت أندية البريمير ليغ وإدارة البريمير ليغ طمأنة الجميع من خلال الوصول لأعلى درجات الوقاية من خلال إقرار بروتوكول صحي من خلال اتباع مبدأ الفحص الأسبوعي لللاعبين ولجميع العاملين في المقرات التدريبية بما فيهم الأجهزة الفنية والتدريبية بحثا عن السلامة أولا للجميع ولذلك أيضا بدأت هذه الأصوات التي عارضت العودة في هذا التوقيت بداية أن تعود بشكل تدريجي بعد تهدئة هذه المخاوف لدى اللاعبين وطمأنتهم أن الأمور والأجواء سليمة تماما وهناك إجراءات شديدة والحرص حاضر في كافة المقرات التدريبية وسيكون كذلك في الملاعب بشكل عام لاتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر بحثا عن الصحة والسلامة لللاعبين أولا وللعاملين ولكل من سيحضر ما تبقى من مباريات هذا الموسم وأيضا مواسم قادمة لحين الانتهاء من هذا الصداع أو هذه الأزمة دكتور توفيق أعود إلي كنت تحدثنا عن الشروط والإجراءات التي يجب أن تتوفر لضمان سلامة المشجعين واللاعبين لو تطلعنا على المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع وهل ممكن أن نصل إلى قدرة استيعابية في الملاعب تصل إلى ربما 50% لأن اليوم يتم الحديث عن 25% فقط من نسبة استيعابية للملاعب هو الوباء ينتقل بثلاث احتمالات أو المريض الذي يحامل الفيروس يمكن أن يكون يسعل أو يعتص والرزاز الذي يطلع منه يمكن أن يعدى الشخص الذي يحده ممكن العدوى تصير مشاكل الإنترنت كالعادة في لبنان أشكرك دكتور توفيقي قانو الطبيب المتخصص بأمراض الجهاز التنفسي كنت معنا من بيروت وعذرا على صوت من المصدر كما أشكر السيدة كاميليا منال حش سعيد بطلت العالم في رياضة الكاراتيسنت 2009 وبطلت إفريقيا سنة 2020 كانت معنا من الجزائر نتوقف مع فاصل ونعود أهلا بكم من جديد إلى هذه الحلقة التي نخصصها للحديث عن الإجراءات الوقائية في الدوريات الرياضية بعد كورونا نقشنا في الجزء الأول الجانب الصحي من الأزمة في هذا الجزء نناقش تأثر القطاع الرياضي اقتصاديا وعن البدائل الإلكترونية للرياضة التقليدية نبدوه بمتابعة بعض التعليقات حول عودة الرياضة إلى سابق عهدها بعد انقضاء الأزمة محمد يقول نعم سأذهب أكيد ولكن بعد تصنيع العلاج واللقاح ولكن إذا لم يتم تصنيعه فلن أذهب بالطبع لأن هذا ضرب من الجنون بن وبدان يقول وحتى لو في كورونا أنا مشتاق للذهاب إلى الملاعب وحضور الماتشات مايا كتبت كرة القدم لا لكن أكيد من الممكن أن أذهب لمتابعة مباراة كرة سلة أو تانس وأخيرا محمد طبعا سأذهب وستعود الرياضة كما كانت قبل كورونا أعود لسيد أحمد جعلول وزير الشباب والرياضة التونسي وأسألك سيد أحمد عن خلية الأزمة التي أنشأتها وزارة الشباب والرياضة لدعم الأندية المتعثرة نتيجة وباء كورونا نحن منذ بداية الأزمة أنشأنا خلية أزمة بالطبع الرياضة في تونس منظومة الاقتصادية المحيطة بها والتي تنشئها يعني في تقريبا بنسبة واحد ونصف بالمئة من الاقتصاد التونسي فهي تمثل إذن نسبة عالية جدا نحن الشعب التونسي في قرابة 12 مليون هناك على الأقل 60 ألف عائلة تونسية تعيش مباشرة من قطاع الرياضة وقرابة 150 ألف لهم علاقة غير مباشرة بقطاع الرياضة إذن قطاع الرياضة يمثل جزءا مهما من الاقتصاد التونسي وقدر نفس الأمر في بقية الاقتصاديات الدولة ووزارة شباب ورياضة كان ذلك بالنسبة لهياك الرياضية الرسمية أو حتى بالنسبة للمستثمرين في قطاع الرياضة نحن لنا معهم مجموعة من المبادرات كي نحافظ على قطاع الاستثمار الرياضي وبالتالي الدولة تتخذ في هذا إجراءات لدعم المستثمرين كان دعمهم بالنسبة للقروض التي يأخذونها من البنوك أو دعمهم بالنسبة للديون التي لديهم من أجل الحفاظ على هذا القطاع كي يكون قطاعا مستمرا وكي يبقى قطاعا مثمرا للاقتصاد التونسي وفي هذا الإطار برنامجنا لإعادة الأنشطة الرياضية فإذن هو قطاع لا شك تأثرة وتأثرة بشكل جدي بسبب هذه الأزمة مثله مثل بقية القطاعات ووزارة الشباب ورياضة اتخذت في هذا صدد مجموعة من الإجراءات العملية لتعاطي من هذه الأزمة عنوان العام لهذه الإجراءات العملية هو دعم المتضررين من هذه الأزمة دعمهم أكان من حيث تشجيع البنوك والإجراءات مع البنوك كي يكونوا قادرين على أخذ ربما قروض في بعض الحالات بدون فائدة وبدعم من الدولة أو بفائدة مخفضة وكذلك تشجيع البنوك على تأجيل أو إعادة تقصيد القروض وكذلك الدولة تعاملت مع حقوقها المالية تجاه هذه القطاعات من خلال تأجيلها أو تسهيل فيها من أجل تشجيع المستثمرين في القطاع الرياضة أن يحافظوا على الموظفين والعمل الذين يشتغلون في هذا القطاع إذن هناك تسهيلات قدمتها الحكومة للشركات والأفراد المستثمرين في قطاع الرياضة لضمان استمارية هذا القطاع من الرباط عبر سكايب ينضم إلينا بوشعاب العمراني رئيس جمعية ونادي النور للتايكواندو أهلا بك وأبدأ معك بالاجتماع الاستثنائي الذي عقد وصدر عنه مجموعة من البيانات وكان فيه أكثر من بند منه ما يتعلق بالإيرادات السنوية لهذه الرياضة كم بلغت الخسائر وما الإشكالات التي تواجه هذا القطاع وهذه الرياضة تحديدا في زمن كورونا صراحة الإشكالات التي تواجهها رياضة التايكواندو على المستوى المغربي بصفة عامة هي إشكالات كبيرة وكبيرة جدا نظرا أن جميع القاعات التي تستعمل هذا الصنف الرياضي إلى أجال غير محدد لازم ننتظر فرجا قريبا إن شاء الله إذا قدر الله أن القاعد تفتح في 10 يونيو ربما سنتدارك ما يمكن تداركه نعم سيدكو شعب بالنسبة لعدد اللاعبين التايكواندو التي تأثروا مباشرة اقتصاديا من جراء هذه الأزمة كم يبلغ عددهم؟ في حصيلة أولية أتكلم عن مدرب بصفة خاصة مدرب رياضة التايكواندو إذا كان لكل نادي تقريبا ثلاثة مدربين مدرب للصغار ومدرب للفتيان ومدرب للكبار ناهيك عن المنطفة عن الكاتبة أي صالة رياضة في البنون القتالية بصفة عامة تشغل أكثر من خمسة خمسة ديالناس منهم مدربين رياضين ومنهم لهم يشتغلوا على المستوى الإدالي إذن هذه الناس كلهم توقفت الحركة ديالهم كلهم الآن يعانون في صمت كلهم ينتظروا الفرج إن شاء الله نقدر نقول لك أكثر من عشرة ألاف مدرب عن الصعيد وطني عن الصعيد المغرب كامل لتوقفوا على أنهم يأخذوا المستحقات ديالهم من كل جمعية وكل نادي كيمارس في رياضة تايكواندو أو رياضة أخرى من كل دفاعية نعم عشرة ألاف لاعب تايكواندو تأثروا جراء هذه الجائحة ماذا بالنسبة لخطة الحكومة لدعم هؤلاء اللاعبين والمدربين هل حصلتم على ضمانات أو تسهيلات من قبل الحكومة كانت الجامعة الملكية المغربية تايكواندو كانت قد اتخذت مجموعة من تدابير من أجل دعم المدربين بدرجة أولى وليس اللاعبين الإجراءات تتعركوا أن الإجراءات شوية يعني ماشي بحل زمن العادي زمن كورونا الإجراءات شوية معقدة فبالتالي كالمتدرر الأكبر والأكبر هم ملك القاعات والمدربين ديال هذه القاعات فالقاعدة العريضة العريضة ديال رياضة تايكواندو لأننا كنتمي لها الرياضة القاعدة الكبيرة ديال رياضة تايكواندو من اللاعبين أكيد أنهم توقفوا على الممارسة الرياضية مغاية أثر سلباً على النتائج المستقلية لهم مهما إلا بعض الاجتهادات التي تكون بشكل فرضي والتي تكون في المنازل يعني باحتى التدريبات تكون في المنازل لكي على الأقل الحفاظ على اللياقة البدنية شكراً جزيلاً لك من الرباط سيد بوشعب العمراني رئيس جمعية ونادي النور للتايكواندو نبقى في المغرب مشاهدين نتوقف عند بعض المداخلات المصورة حول موضوع اليوم من هناك ناس سماع في اعتقادي وتقديري الشخصي الأمر سوف يكون صعباً للغاية لماذا؟ لأن الجمهور هو المحدد الأساسي لنجاح كل التدهورات الرياضية وبالتالي إن لم يخرج اللقاح بسرعة فطبيل الحال ستعود هذه النشاطات بدون جمهور وبالتالي لن يكون لها أي طعم وأي رونق خصوصاً وأننا نعي جيداً بأن الجمهور هو المحفز والمنشق لنجاح كل التدهورات والنشاطات الرياضية مداخلة أخيرة طبعاً لا ولم ولن تقضي جائحة كورونا على رياضة الملاعب لما تمثله من دور كبير في الاقتصاد ومداخل التي تقدر بملايين الدولارات عبر العالم أيضاً لما لها من شعبية في شتى بقاع العالم لكن أتوقع أن تكون تدابير وقائية حاضرة وبقوة مما أيضاً هو واقع وحاصل في بعض البلدان كألمانيا نموذجاً حيث بدأت المباريات بدون جماهير ريثما يساطنون على هذا الفيروس الذي أصبح بمثابة كابوت في العالم نعود إلى إبراهيم خضرة من لندن إبراهيم طالما نتحدث عن ما يدره قطاع الرياضة خاصة كرة القدم على القطاع الاقتصادي وهذه نقطة مهمة كرة القدم ليست فقط رياضة بل هي صناعة وهي بيزنس تتعلق بأمور متعددة كيف سيكون تأثير ذلك على الشق الاقتصادي خاصة بالنسبة لعقود اللاعبين التنقلات اللاعبين بعد انتهاء المواسم وحتى أيضاً على موضوع النقل التلفزيوني لتوضيح ذلك ريمة يكفي القول أو الإشارة إلى أن مسألة تقليص رواتب اللاعبين بنسبة 30% مثلاً وهو المخترح الذي حضر في بداية هذه الأزمة كان سيؤثر على العائد من الضرائب هنا في بريطانيا بما يقارب 200 مليون جنيه سرليني على هيئة الصحة الوطنية والن اتش اس هنا في بريطانيا أو الحصة الخاصة بها هذا يعكس حجم الدخل الكبير الذي يأتي به البريمير ليغ اللاعبين الرواتب المرتفعة بالنسبة لهم وأيضاً ميزانيات الأندية بالمجمل وهذا الأمر طبعاً اعترض عليه الكثير ولم يصل إلى التنفيذ خوفاً من تأثر ميزانية الخدمات الصحة البريطانية بشكل عام من هذا الانخفاض في معدلات الدخل العائد من فقط رواتب اللاعبين أو من الضرائب التي تدفع من رواتب اللاعبين نهيك عن الحقوق النقل التلفزيوني وما إلى ذلك لذلك الأمر كان هناك توافق كبير بين رؤية الحكومة البريطانية لأهمية عودة المباريات واستكمال ما تبقى من المباريات كان ذلك على لسان أوليفر داودن وزير الثقافة البريطانية الذي تحدث سابقاً عن أهمية تحفيز أيضاً الروح المعنوية لأن الكرة القدم هنا في المملكة المتحدة كما هي حول العالم ثقافة ثقافة تنعكس أو تأتي بمردود إيجابي على نفسية الجمهور بشكل عام حتى وإن لم يحضروا في ملاعب كرة القدم ستتأثر الأندية ستتأثر ميزانياتها دون أدنى شك بسبب هذا الوباء لكن الجميع يبحث الآن عن أضعف الإيمان عن الخروج بأقل الخسائر الممكنة حتى وإن عادت المباريات خلف أبواب مؤصدة ستدفع عدد من الميزانيات من الأندية للقنوات الناقلة لأن المردود أو الجودة ستختلف لمباريات كرة القدم على سبيل المثال بدون جماهير وحقيقة ريمة كان الله في عون الأندية العربية المتضررة من هذه الأزمة وأنا أشبهها هنا بأندية الدرجات الأدنى في إنجلترا على سبيل المثال التقيت بعدد من المسؤولين في درجات الثانية والثالثة لبطولات مختلفة وكانت هناك الكثير من نداءات الاستغاثة ولولا الدعم الحكومي والبيزانيات التي ستأتي بها أندية البريمير ليغ لتلك الدرجات الأدنى ربما سنجد الكثير من الأندية تعلن إفلاسها في درجات معينة نظير هذه الأزمة لأنها تعتمد على الدخل الجماهيري تعتمد على هذا الدعم الذي يأتي من تذاكر المباريات على سبيل المثال لدفع رواتب وأفوض اللاعبين طبعا إبراهيم تحدثت عن الأندية العربية وهذه نقطة مهمة سأعود لأطلح السؤال على سيد أحمد قعلون سيد أحمد طبعا التقيت برؤساء ومدراء الأندية تونسية المحلية ما أكثر ما يخيف هؤلاء بالنسبة للشق الاقتصادي وهل هناك مخاوف حقيقية من تعثر هذه الأندية أو حتى في طريقها إلى الإفلاس والإقفال؟ ليس لدينا حقيقة خطر طريق للإفلاس أو الإقفال بالنسبة للأندية الرياضية في تونس أولا وزارة شباب الرياضة في تونس بادرت منذ انطلاق الأزمة لصرف المنح المخصصة لكل الجمعيات والأندية الرياضية بمختلف مستوياتها كان الأندية في الرتبة الأولى أو حتى الترتيب الرابع في مستوى وليس فقط لكرت القدم فنحن بادرنا لهذا الأمر بشكل مبكر جدا منذ انطلاق الأزمة وكذلك بادرنا لاستعادة البطولة بالنسبة مثل ما ذكرت لكم للدور المحترف الأول والدرجة الثانية ولذلك الخسائر المالية المقدرة نقدر أن هذه الخطوة التي قمنا بها ستكون محدودة جدا على الأقل بالنسبة لوضعنا نحن هنا في تونس لأن مدخيل المشاهدة واللاعبين وعقودهم سيتم في الإجمال الحفاظ عليها فأزمة الكورونا وإن أجلت استحقاقات البطولة إلا أنها لم تلغيها فالوضع لدينا في تونس على الأقل في هذا المستوى في تقديري ليس بهذا المستوى ولكن موعد استئناف الدوري سيد أحمد وقرارنا مقارنة باستئناف الدوريات الأخرى في أوروبا يبقى متأخرا نوعا ما والعديد من الناس تسأل لماذا التأخر في استئناف الدوري التونسي لا نحن متقدمين حتى على العديد من الدول الأوروبية لسنا متأخرين يعني تونس تقدمت حتى في إجراءاتها وفي أعداداتها في هذا نحن لسنا متأخرين بس أنتوا بالشهر سبعة بيوليو ربما بعض الدول الأوروبية تقدمت عنها بأسبوع وأسبوعين ولكن لسنا متأخرين نحن من الدول الأولى في العالم التي صدرت رزنامتها وأعلنت عنها وانطلقت التدريبات لللاعبين المحترفين فتونس في هذا الجانب من الدول المتقدمة في العالم ليس فقط في العالم العربي والإفريق هذا سؤال ضمن أسئلة المشاهدين كانوا عم بتسألوا لماذا التأخر لأنه في بعض الأندية والدور الإنجليزي سيبدأ هذا الشهر لماذا تأخرت تونس نوعا ما لذلك سألتك وكما قلت ربما أنتم متأخرون عن بعض الدوريات وليس كل الدوريات الأوروبية نتوقف لآخر مرة عند بعض التعليقات نعم التي رصدناها لكم على مواقع التواصل حول عودة النشاط الرياضي كما كان قبل كورونا بدر كتبت لا طبعا لن أذهب أبدا الأمر مخيف الآن بالطبع سأذهب بتأييد فريق المفضل الذي أذهب لأتابعه في أي مكان حتى لو في كورونا وتعليق أخير أنا في انتظار هذا اليوم ومن كتر الشوء قد أنزل الملعب وأشاركهم ألعب يعني هذا من الصعب أن يتحقق ذلك هناك أيضا موضوع مهم نناقشه في نهاية هذه الحلقة يتعلق بالألعاب الإلكترونية أو الإي سبوتس الرياضة الإلكترونية سينضم إلينا من تونس سيد نزيه كرشاوي إعلامي رياضي ومعنا من عمان رائد سمور خبير أمن المعلومات أهلا بكما وسؤالي لك نزيه في تونس لحظت أن الألعاب الإلكترونية أو الإي سبوتس تلقى رواجا كبيرا وربما أن شعبيتها قد تنافس شعبية كرة القدم حتى أنه تم إنشاء رابطة أو اتحاد للألعاب الإلكترونية هل تونس في طريق الذهاب لرياضة الإلكترونية أو الإي سبوتس في السنوات المقبلة؟ تحية لك أستاذ هريمة تحية لكل المتابعين هو في الحقيقة بالفعل تونس متقدمة في هذا المجال حتى أنها أنشأت دوري خاص بالرياضات أو الألعاب الإلكترونية من خلال تنافس عدد من الفرق حتى العريقة التي أنشأت فرق إلكترونية كالتراج الرياضي التونسي والرياضي الأفريقي وغيرها من نوادي فدوري خاص ومستقل عن ذاته ينافس ومتابعينها كثر الحقيقة خاصة في السنوات الأخيرة خاصة في السنة الأخيرة عفوا تقريبا مع المغرب وكذلك السعودية الدول الرائدة في هذا الخصوص عربيا ولكنها ما زالت لم ترتقي في اعتقادي لن تكون رياضة مستقلة عن ذاتها تحقق موردها وتحقق استقلاليتها باعتبار حتى مثلا هذه الرياضة أو هذه الألعاب الإلكترونية وخاصة عند الحديث على لعبة الفيفا مثلا ودوري كرة القدم الإلكتروني سندته جماعة كرة القدم المحترفة يعني جماعة كرة القدم الاتحاد التونسي لكرة القدم لذلك أعتبر وأعتقد أنه ما زالت لم تلقى الرواج اللازم رغم كثرة الملعين بهذه الرياضة رغم كثرة المتابعين لها خاصة كما قلت في تونس أستاذا نعم سيد رائد سمور لو تعطينا أرقام عن أعداد اللاعبين عبر الرياضة الإلكترونية هل يوجد عدد ممكن متوقع حول العالم وإرادات الألعاب الإلكترونية والنمو المتوقع لهذه الرياضة مستقبلا طبعا من المستحيل أول شيء مساء الخير مثلا نور من المستحيل حصر أعداد معينة تقوم بالناس اللي عم بلعب ويمارسوا هذه الألعاب إن كانت أونلاين وإن كانت بالأوفلاين هذا الجانب الأول ممكن بس تشرح لي أعطيني شي يعني أونلاين أوفلاين ما عندنا خبرة بهذا المجال يعني فيه ألعاب تمارس من خلال الإنترنت أونلاين فيه ألعاب إحنا بنعملها sitting على الأجهزة وما فيه حاجة إننا نمارسها يعني بنلعب مع مع حالنا بالمعنى أما بالأونلاين أنت تلعب مع ناس ثانيين مع طرف ثاني وثالث ورابع زي مثلا لعبة ببجي أو غيرها فيه ألعاب يعني مشتركة الناس بتلعب مع بعض فيها بيكونوا يعني فريق مكون من أعداد تفوق الواحد والاثنين والثلاث والأربعة تتصب إلى المئات أيضا ما المتوقع بالنسبة لنمو هذا القطاع مستقبلا يعني هل ننتظر منه أنه يمكن يصير بنفس المسار اللي صارت عليه الألعاب التقليدية مثل التنس والكرة القدم أم من المستحيل التحدث عن ذلك الآن لا لا من المستحيل الدمج في بينه أستاذي الدمج في بين الألعاب الإلكترونية والرياضة الحقيقية هذا شيء مخالف تماماً لا يمكن أن نقدر ندمج هذول اللعبتين مع بعض أو هذول الاتجاهين مع بعض هذه لها ظروفها وهذه لها ظروفها لعبة كرة القدم تمتد إلى ساعة ونصف لكن اللعبة على الإنترنت أو على اللعبة على الجهاز الذكي قد تمتد إلى عشر ساعات واثناشر ساعة فعملياً نعم هناك في زمن الكورونا في خلينا نحكي في تطور في هذه اللعبة يكون الناس انحشرت في البيوت ولا يوجد متنفس إلا الشاشة وبالتالي ممارسة هذه الألعاب كان هناك نوع من الإدمان في هذا الموضوع وأعداد كبيرة تمارس هذه الرياضة نعم في فترة كورونا وفي فترة الحجر الصحي لكن الآن أعتقد ما بعد كورونا الناس مشتاقة تشوف الجمهور مشتاقة تشوف اللاعبين مشتاقة تروح على الأماكن التي يمارس فيها هذه الألعاب نعم نتوقف عند بعض المداخلات المسورة حول موضوع اليوم من ألمانيا هذه المرة نسمع إلى المداخلة الأولى تطبيق مد التباعد اجتماعي دائماً سيكون يعتمد على جودة الدورة والتزام الاندي بتطبيق هذا الشيء التزام اللي عليم بالتعليمات اللي عم تصدرها الحكومة إذا كان في اتزام 100% فأكيد سيمر هذا الشيء على خير بالنسبة للاندي والدوريات المختلفة أما النواد الخاصة أكيد ضرت بسبب الأكاديميات الخاصة لكل نادفة له أكاديمية بالعالم فأكيد توقفت بيع القمصان هبوط كبير بقيمة اللاعبين التسويقية الأونلاين مستحيل ليقدر يعوض الناس عن مشاهدة فريق المفضل بالملعب رح يكون بس مثل جرعة مهدئ مؤقت لمشاجع كل الخدم مداخلة أخيرة ونعود لستكمال النقاش أعتقد أنه رح يكون في تباين بمدى نجاح تطبيق مبدأ السلامة والتباعد الاجتماعي بالدوريات الكبرى لأنه الشيء بشكل رئيسي بعتقد هو مرتبط بالشعوب الشعب الألماني رح ينجح لأنه هو شعب منضبط بالفطرة أما بالدوري الإسباني أو الدوري الإيطالي هنا شعوب عاطفية يعني أظن كتير صعب وقت يتسجل هدف أنك تمنعهم ما يتعنقوا ويعيشوا الأجواء هيك اللي بيحبوها أكيد كل الأندية تأثرت والقطاع الرياضي بشكل عام وأكبر شيء الأندية الصغيرة أكيد التأثير تباها رح يكون كبير لأننا نعتمدين بالدرجة الأولى على عوائد المباريات اللي بتصير أما الأندية كبيرة أكيد كمان تأثرت بس هي أندية قوية ويمكن نشوف هذا الموضوع على مدى أربع أو خمس سنين تداعياته الاقتصادية سيد أحمد تونس من الدول التي شجعت على ممارسة الألعاب الإلكترونية أو الرياضة الإلكترونية وكما سمعنا من نزيه كان هناك رابطة أنشئت منذ سنتين ربما لهذه اللعبة كيف تنظر وزارة الشباب والرياضة لهذا القطاع؟ هل ترى أنه ممكن أن يحقق نموا في السنوات المقبلة؟ وكيف يتم تشجيع اللاعبين؟ لأنه يكون هناك بطولات وفرق هذا القطاع هو قطاع منتشر جدا في تونس نحن 800 ألف شاب تونسي يمارسون الرياضات الإلكترونية ولعل تونسي من أكثر الدول العربية المتقدمة في هذا بالطبع هناك المغرب وهناك مصر وهناك عدد من دول الخليج المتقدمة في هذه الرياضات والآن هناك أريبيان ليغ التي انطلقت مع رايت في تنظيم البطولة أو البطولة العربية للألعاب الإلكترونية خاصة في الليغ أوف لاجند الرياضات الإلكترونية ليست بديلا عن الرياضات التقليدية كذلك هي ليست رياضات بدون جمهور هي رياضات بجمهور والملاعب تملأ بقرابة أكثر من 90 ألف مشاهد في بطولة العالم التي أجريت في كوريا الجنوبية أو في الصين أو في الولايات المتحدة أو في بريطانيا فهي رياضة بجمهور وبحضور مباشر للجمهور وكذلك حضور غير مباشر للجمهور رياضة الليغ أوف لاجند مثلا لديها أكثر من 300 مليون ممارس حول العالم في تونس عنا أكثر من 700 ألف ونظمت وزارة شباب الرياضة ودعمت الهيكل الرياضي المختص في هذا القطاع وهناك بطولة ومشاهديها متابعيها تجاوزوا المليوني مشاهد في هذا القطاع إذن هذا قطاع ناشئ ومتطور وموجود له طريقه الخاص له مساره الخاص لا يجب أن نعتبره بديلا عن الرياضة التقليدية كما تمارس ولا الرياضة التقليدية موجودة تكون على حسابه هذا قطاع منتشر له مستقبل وهو موجود قبل الكورونا وسيتواصل بعد الكورونا لذلك يجب أن نفهم الرياضات الإلكترونية نفهمها بما هي الرياضات الإلكترونية متطورة ومنتشرة ومتوسعة وتتسع في العالم إرادات هذا القطاع تتجاوز إرادات هوليود لذلك هذا قطاع مهم جدا حتى من حيث أرضيته الاقتصادية هناك أرقام دقيقة بخصوص ممارسة هذا القطاع هناك جامعات دولية تتابع هذا القطاع والعالم العربي اليوم يدخل في مستوى جديد في ممارسة هذا القطاع على الأقل الآن تنطلق الإرابيان ليغ التي ستنظم هذا القطاع ستكون هناك ليغ في تونس وفي المغرب العربي في مصر في دول الخليج تركيا ستلتحق بالإرابيان ليغ هذا وستكون تقريبا أول تجربة في العالم العربي للبطولة بطولة الألعاب أو رياضات الإلكترونية خاصة التي لها علاقة براية التي تعتبر أكبر الهيئة الرياضية في الرياضات الإلكترونية في تونس نحن انطلقنا في دعم هذه الرياضة بالطبع لها أرضية ولها تقاليد خاصة ومثل ما ذكرت لك خلال الشهرين الماضيين نحن دعمنا تنظيم بطولة وتجاوز عدد مشاهديها ومتابعيها مليوني شاب تونسي لذلك نحن متقدمون في هذا القطاع ونقدر أنه قطاع له مستقبل كبير جدا ويجب أن نهتم به ويجب أن نعتبره قطاعا رسميا ليس بديلا هو موجود يوجد في حقه وهو كذلك يمكن نحن نشجع كل الاختيارات الرياضية أن يكون لها اختصاص في الرياضات الإلكترونية كان كرة القدم أو التنس أو الفولي أو البيسبول هناك معناها مجال مثل ما نقول بيسبول إلكترونية أو كرة القدم الإلكترونية إلى غير ذلك هذا يجب دعمه ومواصلاته ويجب أن ينظم لأن الشاب الذي يبقى لمدة 10 ساعات أو 14 ساعة يمارس هذه الرياضة يحتاج معها هي أن يقوم برياضات أن يحافظ على صحته ويحافظ على دراسته وهناك بيزنس كبير جدا مثل ما قلت في هذا القطاع ونحن في العالم العربي قادرين أن يكون لنا أبطال عالم في هذا القطاع نعم أثر إيجابية خاصة من النواحي الاقتصادية قبل أن نختم الحلقة إبراهيم رأيك في هذا الموضوع تحديدا هل ممكن أن نقول بأن الألعاب الإلكترونية أو الرياضة الإلكترونية قد تكون يوما ما بديلا عن الألعاب التقليدية أم لا يمكن المقارنة في هذا الإطار ممكن أن تكون رديفا مصائب قوم عند قوم فوائده وكما انتشرت وانتعشت التجارة الإلكترونية في ظل الحجر المنزلي وباء كورونا أيضا انتشرت هذه الصناعة والألعاب الإلكترونية بالمجمل في ظل الحجر المنزلي القائم لا يمكن أن نصل إلى درجة أن تكون هذا النوع الترفيهي لنقل من الرياضات أن يصل إلى واقع يترقبه الجميع ويترقب عودته الجميع وبإشارة سريعة ريمة فقط ما سيأتي بعد هذه الأزمة بعد وباء كورونا على مجمل الرياضات المختلفة خاصة كرة القدم سيكون له تأثير ربما يكون إيجابيا نوعا ما لأن كورونا نفضت الكثير من الأتربة على بعض المبادئ الأساسية من أبرزها لنقل الصفقات الكبيرة المرتفعة لعدد من اللاعبين في الفترة القادمة ربما لن نجد هذه المبالغ الطائلة التي تدفع الانتقال لاعب بين ناد وآخر وستكون هناك نوع من المنطقية في مراعاة الميزانيات العامة ومراعاة مثل هذا النوع من الأزمات الذي لا شك أنه انعكس سلبا على ميزانيات الأندية لكن الرياضة ستبقى بخير بدون أدنى شك في القادم وستعود الكرة للدوران والرياضات ستفتح أبوابها والجماهير ستستمتع مجددا للقادم من المنافسات الرياضية المختلفة كما بدأنا الحلقة بالروح الإيجابية من قبل وزير الشباب والرياضة التونسي نختمها بهذه الروح الإيجابية منك إبراهيم شكرا جزيلا لك إبراهيم خضرة مراسل بي أنس بوتس في الدور الإنجليزي كنت معنا من لندن الشكر أيضا موصول لسيد أحمد قعلول وزير الشباب والرياضة التونسي كان معنا من تونس وأيضا من عمان رائد سمور خبير أمن المعلومات نزيه كرشاوي كان معنا من تونس الإعلامي الرياضي شكرا جزيلا لكم جميعا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء